عم بتقول لحضرتك إنه إذا المملكة ما دعمت أي رئيس اللي كان ما بيقدر يحكم يعني معناتها إذا إذا إجرى غصباً عنها أو إذا بدون رضاها يعني إذا إذا حضرتك بين إنك تعزف أنا بقول مش المملكة بقول أي فريق يعني إذا إيران مش قهودي والمملكة راضي ما بيحكم الرئيس إذا إذا سوريا مش قهودي والمملكة راضي ما بيحكم إذا إيران و سوريا راضين والمملكة مش قهودي ما بيحكم بس بالنسبة لوضعك ناطرين شو الجو السعودي شو عم بيوصل لك جو سعودي حسب أنت المعطيات الموجودة إلا الأجواء المريحة ما بدي أقول الإيجابية المريحة عشان يكون دقيق بكلامي وأنا بعتبر لو عندهم شي ضدي كانوا أعلن لا بدني يدلوا يقولوا إيه ولأ ولأ يعني هذا الصمت أنا الأجواء السلبية ما بسمعها إلا من بعض السياسيين في لبنان وبعض اللي تمنيت لحد هلأ أنا الأجواء اللي بتجيني عبر أصدقاء مشتركين أو ناس بالمملكة كلها مريحة خليني أقول خليني أقول خاصة عبر الفرنسيين كلها مريحة هلأ بتقلي انتهيت الصفقة أو ما بدي سمعها الصفقة انتهيت تسوية بقلك بس بعده الكلام السعودة أنه عن مواصفات وأنه عن رئيس خارج الاستفافات بس حضرتك مش خارج الاستفافات نحن ما نقول أي رئيس بدي يجي بدي يكون خارج الاستفافات يعني كيف بس محضرتك عم بتقلي أنت تخجل بموقع شاكل أنا مثل ما بقلي إلي 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 أقول لك أني أنا بجاي من هذا المشروع أنا بقلك غايح عن نص الطريق غايح تكون على نفس المسافة بين الجميع مش أنه الآن غايري بقلت أنا ما كنت لا أنا كنت وأنا بعدني وأنا بإيمان وأنا هيك بس أنا عبوك بدي أعمل رئيس حتصرف كرئيز ببورية كل لبنان هتصرف رئيس 8 متل ما رئيس 14 هتصرف رئيس المسلم متل ما رئيس المسيحي هتصرف رئيس إذا بدك اللي صوت معي متل رئيس اللي صوت ضدي يعني أنا هتصرف على أساس رئيس كل البلد وأنا هون فيك تحكمني ما فيك تجي تقول لي أنت تاريخك أنه كل واحد منهم يعني اليوم بيطرحوا لنا مرشحين مثلا أنه كل واحد أنه صاروا خمس سنين قاعد برا صاروا وسطي لا هذا كان هون وكان هاك وكان وزير جهاد الزعور يعني جهاده كل واحد عنده موقفه يعني لذلك نحن عام نقول ونحن ما عام نقول بس أنه كل العالم عنده وأنا بجدعى بقولك أنا تاريخي الشغل الوحيدي اللي بفروء أنه ما بنكره ولا بستحفين طبعا أنا ما عملت شيء بجدعى بقولك ما عملت موقف مني له هلأ إذا بترعى بجدعى بجدعى بعمله مني بس أنه أنا وقت بكون سليمان فرنجيجي الشخص بكون شيء هذا موقفه وقت بكون رئيس جمهورية لبنان أنا بدي أتصرف كرئيس جمهورية لبنان طيب إذا المملكة بدى ضمانات أكتر من المرشح لرئاسة الجمهورية يعني عم بتطمنها يعني عم بتطمن الكل والدول العربية أنه أنت مع أفضل العلاقات مع جميع الدول حكيت عن نرفض تطور اللي صار بالسعودية إذا في ضمانات شو ممكن تكون الضمانات أكتر شو مطلوب تطمينات شو أسئلة نحن عنا أجوبة على كل الأسئلة ما عنا شيء يعني مثلا بهمهم الكابتاجون والمخدرات يعني كيف قادر تطمونه نحن ضده ورح ندعم الحارب ضده ونحن بنتبه في شغلي بدنا ننتبه جوش أنا رئيس جمهورية مني رئيس حكومة في حكومة هي التي فيها وزراء فيها وزير الدفاع فيها وزير الدخلية فيها سفتهم أمني في كل هل هلأ أنا كرئيس جمهورية أدعم للآخر هذه الحكومة وهذه السلطة التنفيذية بمحاربة الكابتاجون بمحاربة كل شكل من أشكال تهريب المخدرات بقول لك أنه هذا شيء بديه يعني فيه ناس تعتبر أنه هذا شيء استثنائي عم بيعملنا إيه لا هذا واجب على كل رئيس جمهورية أو على كل شخص بالسلطة أنه يحارب بس إذا كان الكابتاجون قرار خارج الحدود إذا كان قرار سوريا أنا مسؤول داخل حدودي اتبه أنا إذا كان سوريا وعم يتهرب من سوريا شيء وعم يتهرب من لبنان شيء آخر إذا عم يتهرب من لبنان أنا ضده إذا عم يتهرب من سوريا يلطفلوا إني في سوريا هذا اللي عم نقوله نحن